استقبل رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام وفد منظمة الصحة العالمية وقام الوفد بجولة تفاقدية لمعامل الهيئة بمقر كفر الجبل حيث أشهد الوفد بمجهودات الهيئة وتطور الملحوظ على الصعيدين الإجرائي والبنية التحتية وهو ما أهلها للحصول على اعتماد المنظمات في مجال اللقاحات في وقت قياسي كأول دولة في الشرق الأوسط كما نقش الاجتماع خطط الهيئة نحو السير في الإجراءات الخاصة بالحصول على اعتماد المنظمة في مجال المستحضرات الصيدلية ومشتقات البلازمة وأيضا مراجعة الموقف النهائي الخاص بنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والعمل على التأكد من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن وذلك لتوطين مثل هذه الصناعات الهامة والحيوية